كاملين حوارنا مع العم محمد جاسم السداحة على فكرة وإحنا رادين من الفاصل كان كنا قاعد بالستيديو 5 4 3 2 1 واعترض بوائل قال ليش كاي يقولونها بالإنجليز يقولوها بالعربي لأي مدى أنتم يعني الحين تصج أثر تساؤلي لهالدرجة معتز باللغة العربية لا يوجد شك يا بنتي اللغة العربية هي لغة التاريخ لغة الثقافة لغة الدين يكفي هذه اللغة شرفا أن القرآن نزل بها أن نزلناه قرآنا عربيا تاريخنا ثقافتنا جذورنا كلها عربية شو ننساها ما يجوز لا يجوز أن تمتهى اللغة العربية كما هي اليوم مع الأسف أنا أقوله بكل أسف بكل أسف أن اللغة العربية تمتهن في البلد كيف؟ تمتهن شايف رح شوف الإعلانات أنا أعطيت مثلا على الإعلانات الموجودة شوف نعم مثلا لما يقول باور سنتر ليش باور سنتر؟ شي قول لازم؟ باور يعني مركز القوة نعم تبعي 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 مركز القوة ذلك يعني مركز القوة مثلا على سبيل المثال بدأ ما يقول صيد الحائلة يسميها فاميري 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 شايفة كيف؟ عرب آيدول دايت كير ومن هالكلمات اللي ما لها معنى يعني الواحد اللي أسف أنه أنت أمشي بالشارع بسيارتك أو سيارتك ما زعت بالشوارع و شوف الأسماء يعني يصل احتقار اللغة العربية بدرجة مهينة أنه لا يجوز يا جماعة عندنا لغة من أعظم اللغات نعم تاريخ قديم و مفرداتها كثيرة و جميلة من اللغات الحديثة هي أقدم لغة حديثة حاليا عمر اللغة العربية يزيل على ألف و خمسمائة سنة يا جماعة ألف و خمسمائة سنة من قطر عديدة بعدين مثل ما قلنا قبل قليل يكفيها شرفا أن كتاب الله العزيز القرآن الكريم نزل بها جميل إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا أنزلناه قرآنا بلسان عربي مبين و غيرها من الكلمات يعني ما ليبك زي عم بوال اسمح لي يعني أنا ممكن أختلف معك ذكرت أنت الإعلانات هي رئيسية موجودة هناك إعلانات بالشوارع والمحلات لكن البلدية التي تشترط على كل المحلات تكتبها أيضا بالعربي لا تترجم ولكن تكتب أيضا بالعربي بالنطق الإنجليزي هذا العربي قانون الإعلان لا ينصح على ذلك و لا يصبح تضع إعلانين لا يجوز أنا أقول لك أبرينا أنا أشتغل في البلدية سنة بالمناسبة سنة واحدة أنا عايش موضوع البلدية و عايش موضوع الإعلان سنة 52 بالنسبة لكويت 52 لا يوجد شيء بالنسبة لليوم اتشرت بعض الأسماء الأجنبية فكان سكرتير المجلس البلدي عبدالله أحمد الحسين كان يومها أمين السر يسمونه أمين السر المجلس البلدي عبدالله أحمد الحسين و كانت أنا مساعد ماله فاشتكى أحد المواطنين الكويتين من انتشار الأسماء الأجنبية وبعضها حتى يكتب الإنجليزي و لا يكتب العربي إلى آخره عرض الموضوع على المجلس البلدي قرر المجلس البلدي أن يكلف أمين السر المجلس البلدي بتنفيذ القرار بأن لا يكون هناك إعلان إلا باللغة العربية فقط و إذا كان لغة أجنبية سيكون تحت أو على اليمين اللغة العربية و على اليسار لغة الأجنبية لأن لا يوجد أنك تكتب كلمة أجنبية تكتبها بحروف أجنبية لا يوجد بحروف عربية قصدية مثل ما تقول فرمسيح و لا صيدرية يعني و لا كلينك الآن بالتليفون يكتبون الكلام العربي بحروف أجنبية و هذه الكارثة ولا أكثر من ذلك مع الأسف يعني و هذه أقولها بكل ألم أنه لما نسبح للجامعات بأن تكون هناك جامعات خاصة نعم كل الجامعات الخاصة كلها تتعلم بالإنجليزي صحيح لا تتعلم بالعربي و هذا يجوز و أنا أقول لا يجوز لا يجوز لأنه لا يجوز لأنه لا يجوز عن علم جديد علوم موجودة هذه جامعات خاصة عالمية علي إ accepted موجودة موجودة جامعات خاصة في الأردع الدرس بالعربي لا يدرس بالإنجليزي أكثر من خمسا عشر جامعة. لكن العلم موجود. لا يخالف. درس عربي وإنجليزي. لا يدرس بالإنجليزي. هذا هو مثال. أنا أتكلم عن الإعلانات. في ثلاثين وخمسين عندما طبق كل أمير السرع الدراحسين بتنمية القراء. كان عنده شباب كواتيين أهل بحر. قال له نفذوا. راحوا. نفذوا. أذكر. والله أحدثة ما أنساها. يوم وصلوا الأحمدي وقفوا. كشوا. يوم العبدالله حسين. أذكرهم. والله كان جدامي. أبتنين هم يأيين عند المرهم عبدالله حسين. يعني يقول له ترى ما قدرنا نروح الأحمدي. قال ليش؟ كان يقول له هذا الأجانب. ما نقدر عليهم. قال له من يقول. أسألكم سؤال. الأحمدي جزء من الكويت ولا لا؟ قالوا جزء. قال روحوا. سووا ما هو قرار مجلس البلدي. لكن وقتها خبرة من المريكة. ونفذوا. ونفذوا ما ردوا. طبعا الإنجليز وغيرهم ما راح يعترضون. نعم. إننا أهل البلد مهم. صحيح. ونفذ نفذ. طيب. ما على الأسف. أنا سنة ستين رحت للمجلس البلدي. ورحت لأمين السر يومها. وكتبت لكتاب أني بدأت تعود الأسمان الأجنبية. نعم. وقلت لي يا أخي لا يجوز. قال لا كلامك صحيح. وكتب لي كتاب. كتاب جاهز. أعرض على المنسبة لديه. أعرض على المنسبة لديه. طلع قرأ. إنه لا يجوز كذا كذا. من المفروض التنفيذ المحترم. ولا نفذ. ما نفذ المحترم. طيب. مع ذلك أنا. ما خليت. قعدت تابع البلدية ورقة ورقة البلدية. هناك قانون يا أخي المشكلة. هناك قانون. لكن لا يجوز. قانون لا يجوز الكتابة. ولا يجوز أيضا تسمية الشركات. بأسماء تنفيذ. لا يجوز. مقصوم لا يجوز. مقصود منها انتشاري. انتشار دائما كان يا بنتي. يا بنتي. كل دول أوروبا. هل رأيت في فرنسا يكتبون اسم شركة باسم انجليزي؟ لا. روحي ألمانيا. وهم معروف. الألمان متمسكون بلغتهم. مقهومين معروفون. أصلا هو يعرف انجليزي. ما يتكلم انجليزي. صحيح يرفض. يرفض. يتكلم ألماني. صارت لي موطف. سنة ستين. آمن بالله. مثل ما يقول المثل. أنا أظل في هذا الموم. 2007 رحل رئيس المجلس البلدي. 2007. رحل رئيس المجلس البلدي. وضع رحل للقلب. والله كلامك صحيح. وما كذا. ولا يجوز ولا يجوز. طيب سوفي. هذا كتابك. بعد كم من يوم. شافني نائب رئيس المجلس البلدي. قال لي ترى أبوائل. عرض علينا باللجنة الفنية. وإن شاء الله سوف أتخذ في القرار. ولكن يوم سوف أتخذ فيه. لا هم الآن سووا. وضعوا لك الكلمة بالإنجليزي. ترجبها. كتبوها مرة ثانية بالعربي. يعني مثل ما قلت لك يعني. مثل. ما يجوز. أنا ضدها. ضد الفكرة هذه. نعم. طيب خلينا. هذه المجلس البلدي آمننا بالله. نعم. طيب أذهب إلى مجلس الأمة. مرتين أكثر برئيس الأمة بالمجلس السابق. ولا فيه جواب. ما تابع منه مجلس الأمة؟ أنه يعني يهتم المجلس. لأن اللغة قاعدة تمتهن يا أخي. نعم. قاعدة تمتهن. تحطم. قاعدة تحطم. لا يجوز يا أخي. عبي أنا يعني مستمر بالاختلاف مع احترامي الكبير لك. نحن بالكويت. نحن بالكويت مهتمين. عندنا ما شاء الله مهتمين بالقرآن الكريم. عندنا جوائز كثيرة جائزة للأمير. و جوائز كثيرة بالقرآن الكريم. أعطيك أعطيك. صاحب السمو. نعم. الشيخ صباح السأل أحمد. أحبظه الله. الله يحفظه. بالصيف الذي فات. نعم. مجموعة. يذهبون و يقابلونها. ما اسم مجموعة هذه؟ أي مجموعة؟ برايم. برايم. برين. ماذا يعني؟ يعني المبدعون. وزير الإعلام يروح يفتتح. سمر كام. لماذا سمر كام؟ طول عمرنا نسمي. مخيم صيفي. لماذا الآن صار مخيم صيفي؟ يعني عجزت لغتنا عن نقول. أنا مخيم صيفي. صح والله كلامك عجزت. يا أخي قول مخيم صيفي. بعدين حكومة يا أخي هذه. هذه حكومة لا يجوز. أول جهة مسؤولة عن تنفيذ اللغة العربية المصحة هي الحكومة. ليس الناس ولا الشركات. هي مسؤولة عن تنفيذ اللغة. جميل. مسؤولية هذه. مجلس لهم مقصر. مقصر. السابق والحالي. مقصر. كلهم مقصرون. وأنا أعتقد أن واجبهم إصدار التشريعات اللازمة لحماية اللغة العربية واهتمام بها. جميل. مهتمين. أنا الآن كتاب للمجلس الحالي. نعم. ومع متابعته لسكرتير اللجنة التعليمية. إلى الآن حتى جواب ما يجيني. يا أخي ما يجوز لغتنا. تاريخنا. أدبنا. صحيح. ما يجوز. تكون شركة شركة حتى وصل الأمر لوزارة التجارة. كانت بالأول تجاركات ممنوع تأسس الشركة إلا بإسم عربية. نعم. الآن الشركات تكتب بأسماء الجنبية ومع الأسم. متى صار القلام هذا؟ نعم. سنين وتسعين. ألف وتسعين. أحد الوزراء السابقين. رضي الله عنه. وأرضاه. ستصدر قرار أنه لا بأس من استعمال كلمات أجنبيا بداع عربية. هذا لا يجوز معه. احترموا لغتنا يا أخي. هذه لغتنا يجب أن تحترم. نعم. صحيح. أنا معك بو ألوى. كل شكر لك على هذا اللقاء. العم محمد جاسم السداح. شكرا لك على كل ما قدمت للكويت. شكرا على رأيك في اللغة العربية. أنا معك قلبا وقالبا. وأنا حمارتك وحرارتك بهذا الموضوع. شكرا لك. شكرا لك على هذا اللقاء. ويعطيك طولة العمر والصحة والعافية إن شاء الله. شكرا لك. ومشاهدينا نطلع فاصل وبعد إن شاء الله مكمل.